أدى سبت أعضاء الحكومة الصحراوية الجديدة اليمينة الدستورية أمام الرئيس الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي وفي كلمته بالمناسبة أوضح رئيس الصحراوي أن المرحلة الحالية حاسمة وتأتي في ظرف متميز من كفاح الشعب الصحراوي وأنها تتطلب من الطاقم الحكومي الجديد الانسجام والتعاون للتذليل الصعوبات خدمة للمواطن وقال غالي أن المرحلة تستوجب تذافر الجهود خدمة للقضية الصحراوية في مقابل جهود الاحتلال المغربي لعرقلة سير نضالات الشعب الصحراوي الذي أفشل كل مؤامرة العدو